هي ليست المرة الأولى التي تنظم فيها لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي اعتصاما شعبيا أمام وزارة التنمية الاجتماعية رفضا لفصل المئات من مؤسسي جمعية المركز الإسلامي الخيري والذي تم بقرار من وزارة التنمية الاجتماعية لا زالت الحكومة تصم أذانها عن سماع رأي الهيئة العامة للجمعية المؤسسة لهذه الجمعية الوطنية نحن نعتقد أن ما يجري في جمعية المركز الإسلامي هي قضية فساد كبير للحكومات المتعاقبة هذه القضية يتم تفكيك أكبر مؤسسة اجتماعية على مستوى الوطن الحقيقة بحجج واهية واليوم اللجنة الحكومية المعينة ترتكب جريمة بفصلها 350 عضو مؤسس من وجهاء وكبار رجالات البلد الحقيقة هذا الأمر يعنون عنوان واحد وعنوان الفساد واستبداد وعنوان استمرار تفكيك المؤسسات الوطنية إبعاد الكفاءات احتصامنا هذا اليوم وغير هذا اليوم السابق والأيام التدتوا احتجاج على الحكومة الحقيقة التي أعطت جمعية المركز الإسلامي لجماعة لا يستحقون ذلك وقد افتأتوا على هذا الحق وبين أيديهم أموال طائل للأيتام ولمتبرعين في سبيل الله لا لتكون للمنافع الشخصية ثم نحتاج على الحكومة بأن الحقيقة عندما أبطلت الهيئة الإدارية قبل حوالي 12 عاماً لم تعد الانتخابات مع أن القانون اللي لازم تلتزوي الحكومة كلها الستين يوم يجب أن تجري هذه الانتخابات فنحن الحقيق نطالب الحكومة أن تعيد هذه الجمعية لأهلها الذين هم بنوها والذين جمعوا أموالها من أناس محسنين لتكون تعطى لمن يستحق وللفقراء والأيتام والمساكين والأيتام فهذا الحقيق وسنبقى نطالب الحكومة في هذا الأمر يعني حتى تستجيب المطالب ومطالبنا شرعية الاعتصام لم يقتصر على مشاركة أعضاء من الهيئة العامة والعاملين في الجمعية والمتضررين من القرارات الحكومية بل شاركهم عدد من النواب المناصرين للعمل الخيري في الأردن والذين يرون أن هذا التصرف من قبل الحكومة غير قانوني اليوم مشاركتي واجب شرعي وقانوني واستحقاق دستوري يعزز دولة المؤسسات والقانون أنا باعتقاد الجازم أن هناك تغول من قبل الحكومة على السلطات كلها دولة المؤسسات والقانون تعني نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية بالقضاء والتشريع هذه تعطيل مرفق مهم من مرافق الدولة عاش مع الدولة الأردنية عمر الدولة الأردنية مئة عام تعطل جمعية خيرية تقوم بواجبات الأيتام والفقراء والمحتاجين وصمام أمان للوطن وأمن واستقراره من يستقوي على هذه الجمعية يستقوي على الوطن ويستقوي على الأرامل والأيتام والأطفال اللي ما عرفت هذه الجمعية اللي يريد مد يدها إلى الخير والعمل الصالح لماذا تستقوي على هذه الجمعية كيف يعني هذا العدد الكبير الحقيقة من أسسوا وأفنوا حياتهم بالعامل الخيري وخدمة الفقراء والأيتام والأعمال الصحي والتربوي يعني أن تسلب منهم جمعيتهم اللي هي الأولى بمنطقة الشرقاء وسط مش فقط في الأردن الحقيقة وتنفق الأموال والجهد هذا الأسلوب يكرم أنا حضرت في القصر تكريم لبعض الكفاءات وأنا مع هذا التكريم يعني ما قدمت واحد في المليون مما قدمت الذين أنشأوا جمعية المركز الإسلام وأداروها وتسلم لمجموعة كانت تتمنى العمل مش بس أنه هذا العمل يعني أنا بديش أتكلم أسرار يعني رئيسه إيه لي بيحكي بدي أي وظيفة في هذا يصير هو يتحكم بهذه المئات الملايين تحكم بهذه الآلاف من الأفراد تحكم ثلاثين ألف يتيم هذا الفساد اللي صار الآن مدارس الترمي مدارس الأرقم لأنه جزء من أولاد يدرسوا فيها الآن نصف عددها لا تربويا لا صحيا لا كفالة لا تقدم أصبحت قضية فيها سرقات فيها مشاكل طيب الآن لجهة القضية للقضاء والقضاء عندنا عادل وحكم أنه لا فساد في جمعية المركز الإسلامي لا إدارة ولا مال ولا غير ذلك فالأصل أن يكرم الاعتصامات لن تنتهي والوقفات الاحتجاجية ستبقى مستمرة حتى تعود الأمور إلى نصابها القانونية على حد تعبير المعتصمين الرافضين لهذا القرار أسامة بليبلي الحقيقة الدولية